موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم طلبة وطالبات المرحلة الثانوية لمادة الفلسفة ورحمة الله وبركاته يسعدني اللقاء بكم مجدداً وسنتناول اليوم الوحدة الثانية وأولى مواضعها عن التفكير ما التفكير؟ أو ما هو التفكير؟ لنأخذ تعريف التفكير التفكير هو عملية ذهنية تحدث داخل عقل الإنسان يصاحبها سلوك خارجي ينتج عن عملية التفكير أحبتي ما هي هذه العمليات والنشاطات الذهنية التي تحدث في داخل العقل؟ هذه العمليات مثل التخيل التذكر الإدراك التحليل التركيب التجريد كل هذه العمليات والنشاطات تحدث في داخل العقل إلا أن هذه العمليات لا يمكن أن تتم إلا عن طريق وحدة بنائها ومادتها ووحدة بنائها هو الفكرة أو الأفكار لنأخذ مثالاً على تعريف التفكير لنفرض أنني شعرت بالعطش ثم تخيلت في ذهني أنني أشرب عصيري المفضل فأشعر بالرغبة لشربي مثل هذا العصير فأذهب إلى المطبخ والذهاب إلى المطبخ هو سلوك خارجي ثم أحطر عصيراً طازجاً وأشربه توضح من هذا المثال أخي الطالب أختي الطالبة أن التفكير هي عمليات ذهنية تحدث في عقل الإنسان مثل ما حدث في عملية التخيل هنا ثم قد يصحبها سلوك خارجي مثل الذهاب إلى المطبخ في مثالنا هنا حتى تتم عملية التفكير أهمية التفكير أولاً يكتسب الإنسان المعارف والخبرات والمهارات مثل تعلم قيادة السيارة أو الطائرة أو تعلم ركوب الخيل أو تعلم رياضة من الرياضات المختلفة كرياضة السباحة أو غيرها من الأمثلة ثانياً يفهم الإنسان عن طريق التفكير طبيعة الأشياء مثال على ذلك أنه عن طريق التفكير ممكن أن نفهم طبيعة الحروب فالحروب أساسها هو تعارض المصالح الشخصية بين الدول والجماعات أو الأفراد أو مثلاً نفهم طبيعة النفس الإنسانية في علاقتها بالجهل والمعرفة فمثلاً نقول كلما ازداد الجهل بالأشياء ازدادت المخاوف والشكوك حول تلك الأشياء وكلما ازدادت المعرفة في الأشياء ازدادت مسؤولية الإنسان اتجاه هذه الأشياء نواصل الأهمية فنقول ثالثاً التفكير يجعل من الإنسان يحلل المعارف يفسرها يقيمها والتحليل هنا تبسيط المعلومات والمعارف المعقدة إلى ما هو بسيط أولي من أجل زيادة المعرفة والتفسير هنا متابعة أسباب وعلى الظواهر والأشياء والأحداث من أجل زيادة الفهم وأما التقييم هنا فهو معرفة أن هل هذه الأهداف المرجوة في المناهج والخطط قد تحققت في الواقع أم لم تتحقق كل ذلك يساعدنا التفكير على ذلك رابعاً حل المشكلات التفكير يساعدنا على حل المشكلات مثل مشكلة الفقر العالمي أو مشكلة نقص المياه والغذاء أو مشكلة الحروب أو مشكلة الاحتباس الحراري نواصل أهمية التفكير خامساً تحقيق الاكتشافات مثل اكتشاف الجاذبية الأرضية أو اكتشاف البنسلين أو اكتشاف الأشعة السينية كل ذلك استطاع الإنسان بتفكيره أن يصل إلى تلك الاكتشافات المذكورة سادساً وضع المخططات نعم فإن التفكير يساعدنا على وضع المخططات مثل وضع خطة لإنقاص الوزن أو زيادة الوزن أو وضع خطة للتخلص من عادة سيئة كعادة الكذب وغير ذلك من الأمثلة سابعاً اتخاذ القرارات المناسبة التفكير يساعدنا على اتخاذ القرارات المناسبة مثل اتخاذ قرار مواصلة الدراسة في داخل الوطن أو في خارجه أو مثلاً اتخاذ قرار العمل في مهنة معينة أو اتخاذ قرار الزواج وهو من القرارات الحيوية المصيرية أو اتخاذ قرار الحرب وهو أيضاً من القرارات المصيرية يظهر التفكير من خلال اللغة أي الكلام وكذلك الأرقام والخرائط الجغرافية والعلامات الموسيقية نتناول الآن مميزات التفكير أولاً التفكير صفة خاصة بالبشر وكما ذكرنا من ناحية الإبداع والسعي نحو الكمال ثانياً سلوك ذهني صادر عن الدماغ ثالثاً يتكون من سلسلة من النشاطات الذهنية وكما ذكرنا أن من أمثلة النشاطات الذهنية التي تحدث في العقل التذكر والتخيل والإدراك والتجريد والتحليل والتركيب رابعاً غايته مساعدة الفرد على فهم المواقف والتعامل معها أي أن غاية التفكير هو أن يساعد الإنسان على حل مشكلاته كما ذكرنا سابقاً وظائف التفكير أولاً الفهم والاستيعاب أحبتي الفهم هو عملية إعطاء معنى جديد للأشياء عن طريق ربط العلاقات بين الأفكار فننظر إلى الأشياء من زاوية أخرى كما ذكرنا في فهم طبيعة الحروب وفهم طبيعة النفس البشرية في علاقتها بالجهل والمعرفة أما الاستيعاب فهو شمول الفكر لكل جوانب المسألة وكذلك يعني أنني عندما أدخل المواقف والمعلومات الجديدة إلى الصور التي تكون في ذهني فإن هذا يندمج الجديد مع القديم ليعطي خبرة جديدة ثانياً من وظائف التفكير التحليل والتركيب ممكن تشبيه هاتين العمليتين بلعبة الليغو أو المكعبات حيث أن فيها قطعاً صغيرة نقوم بتركيبها بطريقة معينة من أجل أن تظهر لنا لعبة جديدة كذلك فإننا نقوم بتحليل المعلومات والمعارف المعقدة إلى معلومات بسيطة أولية ثم نعيد ربطها بعلاقات أخرى لتظهر لنا خبرات ومعارف جديدة وقوانين جديدة ثالثاً الاستنتاج والحكم الاستنتاج أي طلب النتيجة عن طريق وجود مقدمات سابقة وأما الحكم فهو الفصل بين الأشياء المختلفة لنذكر مثالاً على ذلك أجد في نفسي ضعفاً في اتخاذ القرارات فأحكم على نفسي بعدم الثقة بالنفس رابعاً التقويم والنقد النقد هو تحليل للآراء في محاسنها وعيوبها فالمحاسن أزيدها حسناً وأما العيوب فإنني أتلافاها والتقويم هو مراجعة الأهداف والخطوات الموجودة في الخطط والمناهج من أجل أن أرى هل أن هذه الأهداف المرجوة قد تحققت في الخارج أم لم تتحقق خامساً الإبداع والإكتشاف الإبداع هو إنشاء شيء على غير مثال سابق أما الإكتشاف فهو كشف المستور الغائب عن الإنسان نعطي مثالاً على ذلك اكتشف الإنسان أن الجلود أي جلود الحيوانات تحتفظ بحرارة جسم الإنسان وتمنع نفوذ الماء إليه وبالتالي فإنه أبدع فكرة جديدة واخترع الملابس الجلدية ليقيه من برد الشتاء ويقيه أيضاً من الأمطار أخي الطالب أخت الطالبة اختبر نفسك الآن عرف التفكير هو عملية ذهنية تحدث داخل عقل الإنسان وقد يصاحبها سلوك خارجي ينتج عن عملية التفكير هذا اذكر أهمية التفكير بالنسبة للإنسان يكتسب المعارف والخبرات يفهم طبيعة الأشياء من حوله ويحللها ويفسرها ويقيمها أيضاً يستطيع حل المشكلات التي تواجهه يحقق من خلاله الاكتشافات يضع المخططات ويتخذ القرارات كما شرحنا سابقاً عدد مميزات التفكير أولاً صفة خاصة بالبشر ثانياً سلوك ذهني صادر عن الدماغ ثالثاً يتكون من سلسلة من النشاطات أربعة يساعد الفرد على فهم المواقف والتعامل معها أخيراً عدد وظائف التفكير من وظائف التفكير أولاً الفهم والاستيعاب ثانياً التحليل والتركيب ثالثاً الاستنتاج والحكم رابعاً الإبداع والاكتشاف أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة